وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الفاتيكان لإجراء محادثات مع أحد أبرز منتقديه وهو البابا فرانسيس بعد أن تبادل الاثنين كلمات حدى خلال حملة انتخابات الرئاسة العام الماضي. ولم تبدو على ترامب علامات الارتياح. كما لم يكن البابا مبتسما وهو يستقبل ترامب أمام القاعة. حين قال الرئيس الأمريكي أنه لشرف عظيم. وتوشحت كل من إيفانيكا وميلانيا ترامب بالأسود. عندما قابلوا البابا في الفاتيكان. دكتور متحد برأيك هل نجح ترامب في تقديم نفسه للبابا في هذه الزيارة؟ أو تغيير جلده ربما. أظن أنها زيارة لم تسفر عن أي شيء. لم تغير من قناعات الرجلين. كلاهما يقفوا على طرف نقيد من الأخ. البابا فرانسيس رجل يؤمن بالسلام. يبتسع صدره للاختلاف. يريد أن له مواقف معينة إنسانية. خاصة من قضية اللاجئين. وهي مواقف تختلف تماما. يحب الفقراء بطبيعة الحال. له مواقف معارضة تماما. ومختلفة تماما مع توجهات ترامب. الرجل الرأسمالي الذي لا يهتم لأمور الفقراء. الذي يريد أن يبني حائطا لمنع اللاجئين. الذي والذي والذي. إذن هذه اللقاءات يريد بها ترامب من وجهة نظري. في إطار جولته حول العالم. يريد بها أن يبيض صفحته قليلا. يحارب على جبهة أخرى. خلافة التي ينهزم فيها الآن. في جبهته الداخلية. هو الآن يحارب بشكل كبير جدا داخل الولايات المتحدة. ويواجه بتحقيقات ربما لن تكون في صالحه أبدا. خاصة وأن الذي تولى كبرها. هو رجل يشهد له بالنزاهة والكفاءة. وهو رئيس FBI. عمل مع إدارة بوش. وعمل مع إدارة أوباما. وأعتقد أن مصير ترامب معلق بيد هذا الرجل. فهو يريد أن يبيض صفحته قليلا قدر المستطع.